ويبدو أن مقتدى الصدر قد ضاق ذرعا بالمساومات والضغوط فحذر من تدخلات إقليمية في الشأن الانتخابي العراقي مطالبا في تغريدة على تويتر القوى العراقية عدم التعاون مع هذه التدخلات والعمل ضمن الأولوية العراقية فيما على الدول سحبوا يدها فورا من الشؤون العراقية ويقول خبراء سياسيون أن مقتدى الصدر يشير إلى تدخل إيراني مباشر بنتاج الانتخابات العراقية لصالح فصائل لا ترتبط بعلاقات طيبة مع التيار الصدري وتحاول التغطية على خسارتها بالحصول على مكاسب بدغوط خارجية قال عنها الصدر في تغريدته الجديدة بأنها إهانة للعراق والشعب والسيادته واستقلاله